ازاي تقدر تحمل التطبيقات المدفوعة لآيو اس ببلاش يلا بنا السلام عليكم يا شبابي لاخبار فيديو جديد انا احمد سامي والنهاردة انا جاي لكم بشرح جميل جدا وهو شرح من شراخات الآيفون او الآيو اس نظام ايو اس الشرح النهاردة هو ازاي تقدر تحصل على تطبيقات ايو اس بشكل مجاني ازاي طبعا اكيد ان تقدر ان انت تحملها من الاب ستور بشكل مجاني في تطبيقات كتير مدفوعة لكن بيبقى عليها عروض معينة سواء عروض بالتخفيض سواء عروض بتخليها مجانية في اوقات معينة زي اللي انا هوروه لك النهاردة فهوريك طريقة سهلة جدا تقدر ان انت تحصل على تطبيقات دي بيها فخلانا شوف ده ازاي يلا بنا نبدأ في الاول هتحمل التطبيق ده اللي نوريه لك بس اب سبري سماعك اسم هوت وهنلاقي الرابط في الواسط ده اسم التطبيق زي ما انت سامع كده فممكن تحمله انت لو نساخت اسمه او ياما من الرابط الى موجودة حراسة بتاع الفيديو او في اول تعليق يلا بنا نشوف الابليكيشن سوا ذي فلانا افتحه اهو بس بقى لما بتفتح البرنامج عندك استنى بس عما يفتح بتلاقي هنا ملياني اابليكيشن اكتير جدا اهو هنا بتدوس على السرش عشان يحدث لك التطبيقات او القيمة اللي موجودة قدامك اهو بص بقى هنا فيه طبقات ببلاش النهاردة او عليها عرض ما احددك هل لنا اقول لك بس مثلا خلينا اختار الابليكيشن ده اهو هنا بيقولك ان ده مدفوع وبيعرفك امدى بيقى مجاني همديك مثال دوراتي ساعة هنظر بص على الحاجة تعجبني الكالكوليتور دي الكالكوليتور voice and effect دي من افضل الكالكوليتور اصلا اللي موجودة في الاب ستور كله يعني دي فعلا افضل واحدة خالص زي ما هو بيقولك هنا وانا بحبه لكن ده تطبيق مدفوع طب ازاي هنحصل عليه بشكل مجاني خلينا نكمل اهو مكتوب payback تمام ان هو سعر اربعة دولار خمسة دولار يعني وبيقولك ان هو دري وقتي فري على الابليكيشن هنا طب ازاي خلينا نشوف موسيقى 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 فوقك مدى خالص خدنا بس نوصل للدانولود اول انستولي اول انستول لو دست هنا هوا مجرد اني تضغط على اللين كده فتح معاك ايه الاب ستور يعني هون مش بيديك حاجة من برا تمام ان تحجيب الابليكيشن من برا ازاي لكن البكرة كلها بيعرفهاك تحمل اي دلوقتي طبعا انا سمبتها قبل كده خلينا اعمل لها اوپن عشان تأكد بس ان الابليكيشن شغال اهو ممكن تروح طبعا عندك الاب سرعة عشان تتأكد ان الابليكيشن مدفوع بص اهو عاليني باستخدمها هي وعادية جدا فزيما انت شايف بالطريقة دي تقدر عايز اوليك بس هي اللي جميلة استنى بص ايه الحاز بعادية لكن فها افكتافة حلوة قوي صراحة وفيها كود اللي انت محتاجة والاصوات اللي انت بتستخدمها انت بتكتب دي جميلة جدا حتى طبعا لو انت من غير ناطق فهي بتنطق بالشكل اللي انت سامها ده بجد جميلة قوية انا شوف سين بتساعدني بس تفهمت انا ليه بحبها؟ المهم هي ديت الابليكيشن نفسه او هو ده الحاجة اللي انا عايزه ارهيه لك تمام؟ فبطريقة البسيطة جدا دي تقدر انت تعمل نفس الموضوع اوكي؟ فأب سبري زي ما اترك انا وردتك اسمه في الاول عشان ممكن تظهر عليه بنفسك في الاب ستور من غير محطة تحتاج ان انت تدوس على اللينك بتاكي تمام؟ بس فاتأكد ان انت كل يوم تبص او على اقل كل يومين تبص في القيمة بتاعت التطبيقات اللي عندك في الاب ستور مش في الاب ستور في الابس في البرنامج ده يعني عشان ان انت تشوف ايه الحاجات اللي مجانية واتحملها طبعا الحاجة اللي انت بتحملها مجانية النهاردة بتكون موجودة فوريفر او دائما معاك على الحساب بتاعك يعني تدل تثبتها اي وقت انت خلاص حملتها مرة وهي مجانية لو التطبيق مجاني لمدة ساعة وانت حملته في الساعة دي وبقى ما تفوق بعد كده خلاص انت اخدته مجاني كان انت اشتريته فهمت الفكرة؟ فا ايه دي الفكرة المنتهى البساطة يعني فكان فيديو خفيف لطيف طبعا الموضوع برضو موجود على اندرويد بابليكيشن معين فلا عايزنا اشترح لك نفس الفكرة على اندرويد قول لي في التعليات تمام بس لحد دي كنت تكونوا الفيديو الخفيف بتاعنا ده خلاص لايك وشير وسبسكرايب ولو عندك اي سؤال او اقتراحات سيفو لي في التعليات كان معكم محمد سيمي سلام عليكم وكما